والله يعني موضوعنا لليوم كتير حلو ومستوحى من شموخ وقوة وإيمان وصمود أهالي غزة وإصرارهم على حب الحياة مبارح بتنتشر صورة لشاب وصبية قرروا الارتباط في ظل الحرب والعبارة اللي كتبت على الأقل نخافوا معا أنا بس قرأت الجملة وشفت صورتهم هيك ما بعرف أخدوني لمحل تاني قال على الأقل نخافوا معا بتعرفوا قديه ممكن هذا الزواج مش ممكن أكيد قديه فكرة هذا الزواج سامية ونبيلة يعني إحنا مرات بنقول نفرح مع بعض مش نخاف مع بعض حلق إشي تلاقي شخص تحسي أوكي بخاف معه مش مشكلة مش مشكلة لأن نخاف معه أمان يعني إحنا بنقول في بداية مشوارنا الصباح إلى اليوم اللهم لا يأتي رمضان إلا وغزة عالية راضية منصورة مجبورة مفتوح عليها بركات من السماء والأرض إحنا مرات دائما منفكر بالأمور الإيجابية إنه أنا بحب حالي معه وأنا مبسوطة بحب علاقتنا وإحنا مبسوطين بحب إنه إحنا منتسلم على بعض منفهم على بعض ولكن إذا كان هذا الحب حلو تخيلوا ما أجمل الحب لما يكون فيه خوف وعدم أمان وألأ بس أنت متطمن مع هذا الشخص لأنه للأسف إحنا منقول في السراء والضراء ولكن الضراء دائما هي اللي تبين المعدن لما الناس مبسوطة حتى عين الطاق علاقات اجتماعية والناس مبسوطة كل شي حلو الناس حزنانة هون بيبين الفرق حتى أنا خاف معا فكرت هيك براسي رهوفي بشغلي بإنه فكرة الأمان أنا بنظري أجمل شعور بالعالم أن تجد شخص هو عبارة عن فكرة من الأمان في رأسك القلق وإحنا كلنا رؤوسنا قلقة كلنا أشخاص نعاني بشكل أو بآخر من تبعات الحياة الصعبة من الذكريات طفولة عالقة من ندوب موجودة بالروح لا تمحى فلما تلاقي شخص عبارة عن فكرة من الأمان في رأسك القلق اقترب حين تطمئن لا تقترب حين تنبهر أنا بحس بإنه قمة رضى الله عنك إذا بتقابل شخص بتقرر إنه تكمل حياتك معه بكون هذا الشخص هو نصف صديق بعض من الأهل ومدينة من الأمان أهم عنصر أهم عنصر في أي علاقة ناجحة هو الشعور بالأمان تينا حكيتي نقطة مهمة عن موضوع الانبهار بالبدايات إحنا دائما نقع في هذا الفخ إنه إحنا مننبهر ببداية الحب وبنشوة الحب المطلقة ولكن بعد فترة منبدأ نحس ببعض المشاعر السلبية طبعا إن شاء الله أنت تنبهر بالبدايات وتظلك منبهر طيلة خلينا نقول هالمسيرة وهالعلاقة ولكن النفس البشرية تعتاد فأنت بالأول بتمبهر بعدين بتتعود والأهم أنه أنت لازم تكون امتاجر بالأمان لأنه الأمان هو خلينا نقول الريهان اللي بيربح بالآخر الريهان الرابح الريهان الرابح لأنه إنك بحبه بس بس فيه خمسين شغلة أنا ما بحبها أو خمسين شغلة بتزعجني أو بحبه بس أنا ما بحث معها بالأمان بحبه بس أنا ما بحث أنه إحنا أني أنا مرتاحة أني أنا حالي مع هذا الشخص هون بتبدأ المشاكل تكبر والفكرة أنه إحنا مرات منطنش ومنمشي وبعدين بتقع الفاس بالرأس للأسف شوفي رهوفة بعيدا عن العلاقات العاطفية أكتر أشخاص بفتقدوا الأمان هم البنات المغتربات البنت لما تكون مغتربة بدافع زواج بدافع دراسة كذا كذا تفتقد إلى الأمان لأنه بالنسبة لإلنا النموذج الأولي للأمان هو الأب والأم مصبوط مرة بنت تغربت جوزت وتغربت ويعني عاشت سنين صعبة بعتت رسالة لأبوها قالت له أحتاج أن أرتمي بأحضانك لا أريد سماع صوتك الهادئ ولا كلامك العقلاني الذي يدفعني للجنون أحيانا ولا أريد وعودا بأن الآتي أجمل ولا أريد لوما واسترجاعا للماضي والذكريات أحتاجه فقط إلى حضنك وصمتك رائحتك والبكاء أنا هيك أحتاج هلأ يا عمري صح 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 ما ردنا اشتركوا في القناة